فَفِرُّوا إِلَى اللَّهُ وَهِيَ زَوْجِ الْكَامِ وَتُسْلِمْ زُوجِةِ الْكَامِ تَحْنُوَانِ وَدَا الْمَعَاديِ اللَّهِ هِيَا وَخْتُمُّهُ مَرْيَا مَعَدْدُ اللَّهُ عَبْدِ الْإِسْلَامِ وَإِسْلَامِهَ مَارِيَ وَتُمْ بِسَمْتَ تَفْسَئِهَ مَارِيَ وَبعدِ كَلَ تُسْلِمْ لُوَخْتِ كَمِيلِيَ أَشْحَاتَ أَجْنَامِ وَخْتِ كَمِيلِيَ أَشْحَاتَ أَجْنَامِ كانت ملابسة فكانت بتنفس مع المسلمين وليها بتنفس مع المسلمين فكانوا بتكلمهم كثيرا فأول حاجة شامت المسلم لأخوات المنفذبات فكانت طرجوا أن تنفسك لهم فكانت إذا لبست هذه الملابسة في الطوابة فكانت طرعاً يبعد يشعر فكانت زوليا بلا أنت نفسها ملابسة بار بس المحزن فاتولوا لأنا نفس الهشم ثم قرأت القرآن وآمدت بالله العين لك ومن عزة نفسها وطهرها وطهر ملبها رفر الله لها وفك أسرها وآخبها إن كانت ترماتها إن هي كان زوليا سامعنا فلوس تبرعت الكنيسة فذهبت وكانت هذه باسمها فأخرجت هذه الأموال وتركتها للزوجين وقالت لأباني ما أكل شيئاً منك ولا أبدو اسلامي في السرقات وراحت لأحد الناس في المنيا حتى يعني يمشي لها في إجراءات إشهار اسلامي رضو يحكي بالله العلي العقيد هو زوجته خاصة إن زوجة ابنه كانت مصرانية باسلامة إنه شايف كتير وشوية لن المسلمات فلن يجب خيره من هذه الأخت قالوا في اليوم للبعض رحت أنا وأخي معي علشان ندخل لأزهر فالوظف قال فيه حواليه اسم الدخت دي علامة ولازم ترجع ونجر لأبط فالوظف راجعت في اليوم التالي فوجدت بتساويسة الملاجسة والسرداد قد ملأ أبو الأزهر لدرجة الملاجسة فقال إيه بالنص الواحد هات البطاقة بتاعتها تنتمي وهم كانوا اتفقوا مع الدخت إن هي تنتظر بره وكانت لابساً لطاقة السيارة قالوا لأ لو شفتي حاجة حاولي تبريتك قال وجدنا من الجو يعني ملباً بالغيوم تماماً في التوقيت اللي كان فيه ألف واحد من الدنيا بهبوا إلى الكابدرائية نسم الله يمثل عليها صاعقة من السماء وبدأوا ليتظهروا ويقول ليش حنقات مش حنقاتي أنا جريمة صوت الواطن ويشتموا في الرئيس ويشتموا في ابن الرئيس ويشتموا في الدنيا وانتهى الأمر إن هم شفوها وهي ركب السيارة وماش وراها واصطبعوا من بدون ما يفتوها وتأخذها الملعونة الكافرة همت كبير التراغبات علشان تدخل الدير في جوار أخواتنا وفاة مستوطين ومالع عبدالله وتريزة كامير يشعر ولا حظة لأخوة إلا بالله تخايت إن ليك أخوات مسلمات الآن في هذا الشر في وعنفاتنا وعلى مسمع ومرحة واللي سلمهم خايف عن مصر بتاعنا سواء كباسم مرشيد الأزهر سواء كباسم المفتي سواء كباسم وزير الأوقاف سواء كباسم أي حاجة بذن ومنافة كل المطيس اللهم سبحانه وتعالى قال في آخر سورة المتحدة لأن فلا فاردعوهن إلى ليه؟ إلى الكفار لا هن ليه؟ خلص الخلاص الآتي نزلت إبنة نزلت هذه الآتي لصرح الكريبين لما الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الصرح مع الكريش حصل الآتي قالت الكريش الصرح من جاء إلى محمد بغير إذن وليه يرده محمد الله أمام؟ طب الآية الكلام في حق مين؟ لحق الرجال فجاءت أم تلفون بنت عقب تأمي معيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقصت لما فيها يرجعه لأبنة فنزلت هذه الآية لها لا توقع هن جديد لا هن ولا هم يحلون هذه مرس ونزلت الإمام المكثير احتج بأن القرآن قد ينسك السنة بهذه الآية وعليه جرت تشريع الإسلامي لأنه لا يجوز تسريم المرأة المسلمة حتى وإن كلف من قوم البينانا وبينهم إساق ومن قوم البينانا وبينهم عهد ومن قوم البينانا وبينهم دل وزن ما يفعش لأن المرأة غير رجل رجل ممكن يرجع بردع الإسلام إنما المرأة هتكترح حرمتها هتعاد إلى أحضائي زوجها الكافر بالقوة والمرأة المسلمة لأن تتزوج كافر ده ممنوع حرام ممكن رجل المسلم وهذا ما رفضه عمر وحذين وكثير من الصحامة عندما تزوج كتابين ما يفعش لا أصبح أنا أريد أن أسأل سؤالا كيف نرفع رؤوسنا الآن وأخواتنا على المثابع الآن؟ هذه ذلك ومهامة هنا كل يسام الشهوات ورساد الكناسي لعنة الله على الكرسي يا أخي وعلى أي وضيف تجعل الهجم يسلم دينه إلى كاب ولعنة الله السياسة التي لا تقوم على الدين يساب النبي صلى الله عليه وسلم في بلد تعداد المسلمين فيها خانسة وستين مليون وشوي بحكامها المسلمون ولا ترتفع إصرع للمؤسسة الدينية تخط كلمة ترد بها عن ابن النبي صلى الله عليه وسلم ويساب رب العالمين عن طريق يوسف السدق عضو المجلس الميري القد ويقول القرآن مظلم المرأة في الميراق وينشوره في جريد البطن ومع أن تجرب جريد إن المصر يقول كلام دا ما يمجيش مدهة على جديد إن الكلام دا منشور الصعب ولا يتحرك عالي من زبط الأوقار ولا في الأسر ولا القرن الابتاع ويقول ابتقوا الله أبن وكأننا في بلد كفر وكأننا في بلد شر وكأننا في بلد لا يعرف الله عز وجل وكل دا بأي سبب بسهب المناصب والكراسة والتداول السورة ولا أحاول أبتقوا الله وحسن الله وكأننا نشعر بالمهانة وأي مهانة من يكون واحد لا أستدري للبولتين وعمال لشكل فيها ويفد الخوار لا كنت باعد مع الناس اللي شدكت فيه ينينك كنت بجود بلام والله كنت بجود بلام ويقال لي كلام من أصعب ما يمكن كلام لا يتحمله قلب المسلم بس أنه يكتب تدري ربنا أن تعيد هذا الشخص إلى الإسلام قرب الله والأسف الشديد اللي بيدخل الشكل في قلبه ترص فهذه رسالة على أن نصل إلى أولي الأمر في هذا البلد تقل الله في المسلمات لأن هذا الكرسي لو داما لغيرك لم يصل إليه وأين من جلسوا على هذا الكرسي قبل يا أخي ربنا سبحانه تعالى قال فاتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم ترفع كله نفس ما كسبت وهم لا يبقى نموه أنا مش عام الشيخ اللي بيسمع أن النبي عليه الصلاة تسلامت سابقه ويدقال كده اللا هي الحمارة لمحمد صلى الله عليه وسلم وهم عندهم يطلع عن هندر ويقع يشتن في المفتاحين ويشتن في المرخبات ويشتن في النسل ده عنده دم ده عنده أساس ده ما عندهش دين أصلي ده ما عندهش نفس ده أنا بقود شتم في حلقين الدنيا ولا يبعده الشيخ اللي يسمع أنه وقته المسلم وتقتصبه 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 ويعني نفسي مش سمع أي حاجة أي واضي من هذا أنا هستنفر همم العلماء لأنه نحن غلابا نحن نقولش نسلاح المبرضة لا يفقعش لأنه لا يجوز أنه إلا أن نستنفر همم العلماء لو أن العاني ما قاعدة كلمة الحق ما جوء أحد أن يرفع عينيه في واشي مصر من المسلمين وما كان الإمام العزة نعبد السلام عليه ورحمة الله في الشام والصالح إسماعيل تحالف مع الإسلاميين ضد المسلمين فراحت الإمام العزة نعبد السلام وقفت بعدم جواز الكتال مع الصالح إسماعيل الصالح إسماعيل طلب الله من تمشي والعزة نعبد السلام رائعاً قال الصالح إسماعيل من آنبه اغضر على العزة نعبد السلام تغضر عليك وأعيده إليك وضعه في الخير وقل له إن بينك وبين أن تعود إلى دمشق وبين أن تعود إلى الدفتاني أن تقبل يد السلطان وأن تعتدع لك بس فقال العزة نعبد السلام في استهالة عجيبة قاله الله لا أقبل أن يقبل السلطان رجلي فضلاً أن أقبل أنا يبقى والله أنتم في وادٍ وأنا في وادٍ خرق الرجل يتوطق على باب خيماته فرآه النصار فقالوا من هذا؟ فقال الصالح إسماعيل هذا أكبر رأس في المسلمين وقد أثلته من أجركم قالوا لو كان هذا قصنا وراهبنا والله فغسلنا بجليه وشرتنا البرق الذي غسلنا فيه جليه شو؟ المعالم لما يكون عنده عزة وعنده كرامة الشيخ جاد الحق الله أتحمه لما كان يقول كالبة الحق وكأنه يعني له من اسمه حظ المسلمين شو الشيخ جاد الحق وهو بيعطب أن يفتي في موضوع الربا لما يريده الرأس من هاليين في البصر يقول له لا أحله أمد وهو بيفتي في البسنة وهو بيفتي في الليحية قال لا يجوز حد الليحية حتى لو من كانت إفتيت ولي فتبا موجود وفي النقاب وفي الختال وفي كل دور وقت وقت رجل مات الشيخ جاد الحق كل الناس بتترحم عليه باستسنوع الشيخ نصر فريد واصل لما أصدر الفوتيا الشهيرة تلت في النوع تشارك السبب الفوتيا الأولى بتاعت المسال جوزة لما قال يا جوز هد المسال جوزة بس عشان حيهدون الدنيا قامت ولا بتبعبت وطلع العجل سنين أعود وغيره وغيره بنتماء العلمانيين اللي بلوحنا الإسلاميين أنا فلا هي حضارة ومش حضارة ما ينفعش بتمثيل بطلع طلع رجل قال تهد وتهد وبعدين طلعا للسجار حرام فكان طلعا قال إن البيلال ما ينفعش بكسان الفاتح لازم يكون بالرؤية ليه؟ شكرا قال تعطتنا للشيخ نصر فريد واصل لما يشهدون اندر بالإفتاد الخسر؟ والله إنه قسر بل كسر يكفي لأن مثل ما تتذكر اسمه تترضى عنه وتقول اللهم ارضى عنه اللهم ارضى الله اللهم ارحمه وتفعل ما أرضى أنه مرد معظم الفتاة على إستار عالم الإسلامي كله ليه؟ ما كلا تدرك شيء الابتراق على رضاة الله إلا آتاك الله خيرا منك أنا مش فروح تسلم المسلمات العفيفات شكرا شكرا شكرا